اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه الحكاية ايه انا حسة كده ان انتي اه مكسوفة حبتين لأ طيب بس انا حط ده هنا كده كده هو وتعالج قمبي كده في حجم ايه دي ايه الشنطة دي يا سلام لديه طال يا عيني عيني طب افتحها شوف ايه اه وخاتم هنا بس الخاتم هنا انا كمان ايه خاتم هنا انا مش عارفة مين اللي مصغر نفسه او مين اللي مكبر نفسه يا سلام ايه الحلوة دي فيها ايه بقى فيهاش حاجة فيها التليفون فيها التليفون مقفول طبعا اه اه دي نكس طبعا عشان نمني عرق لأ وفيها ايه روش زبدة كاكاو اه زبدة كاكاو حتى زبدة كاكاو اه بس بس كده اه طب انتي بقى الواحدك كده بنوتا الواحدك وهان ديك الحسن والحبيب واحمد احمد حسن واولاده الشباب دول بقى ده الظهر ضهر الكابتن الكبير مش كده برضه ده ايه عملت كده ليه لسه اقول لسه هتبتدي انا بس عايز اسألك في الاول لعيب الكورة ممكن يكون له ضهر او يكون له كوسة او يروح بكارت توصيع والله في الاول طبعا اكيد انا مبسوط ان اكون معاكي ويمكن زي الجيل بتاعنا كلنا اكيد من وشاك اولادي يمكن حكيت لهم طبعا ونا جاي عنك يمكن هم هم ما حضركيش لكن هم النهاردة بيكونوا موجودين اكيد لا هو طبعا في البداية ممكن ممكن يبقى فيه مجاملات ممكن يبقى فيه زقة كده ممكن يبقى فيه مساعدة ولكن فيه ما بعد اعتقد بيبقى له مساعدة الملعب بالضبط الملعب والمجهود والجهد هو بقى اللي بيخلي كل واحد لو يقضى يكمل او خلاص ما بيكملش على حسب بقى موهبته على حسب قدراته لان في البدايات بيبقى في الناشئين شوية ممكن مساعدة ممكن انواع مساعدة اصلا بيلعب يعني زي مطلب مثلا هجيب والده معاه ولا هجيب كرت ماهو هيغني لا يعني في السن الصغير ما بيبقاش فيه تسليط الاضواء اوي فممكن بيحصل نوع من انواع المجاملة شوية يعني اللي هو يساعده ممكن ما بيبقاش فيه بقى السبوت اللي بيوجود على زي الفاء الكيبية او الفاء الاول فممكن يحصل نوع من انواع اني مثلا يساعده حد زاعدك زاقك زاقه يعني اكيد طبعا فيه ناس ساعد زاقه لا زاقه دي كان ايامنا كمان كان صعب جدا يعني يمكن الوضع دلوقتي اختلف بالنسبة الاجيال اللي موجود دلوقتي افضل طبعا بكتير غير الاولي ممكن اول طبعا انا من الصعيد وكان صعب جدا ان حد ينزل الصعيد زايد دلوقتي ويشوف المتشات ويشوف المباراة ويشوف الولاد هناك الصغيرين وكده غير دلوقتي خالص طبعا اه فلقا يعني دلوقتي فيه كشفين برضو زمان كان فيه الكشفين اللي هم بقى بينزلوا ويسافوا دلوقتي الوضع اختلف خلاص دلوقتي بقى صغير دلوقتي بقى فيه كاميرات دلوقتي موجودة وفيه ماتشات بتتنقل دوي السعيد كله بتتنقل دلوقتي من بعض المحطات فيه متابعة الدنيا بقت اصغر المواكع الانترنت الموضوع بقى مختلف انما يمكن وانا صغير لقى طبعا كان مفيش لزقة والغير وبالمجهود يمكن انا لعبت فترة طويلة لمغاغة وبعد كده انتقلت الاسوان ومن خلال اسوان رحت منتخب الومبي وبعد كده الاسماعيلي وبعد كده منتخب الاول وبعد كده فترة بقى الاحترافية كلها بتاعتي قبل ما يجع على مصر على النادي النادي الزماني فكان صعب مشوار طويل اه كان مشوار طويل طبعا مشوار طويل احنا بنحكي كده في السواني بس هو طبعا اكتر من حوالي 20 سنة تقريبا مشوار طويل ساكر كل تقدر تقول الاسماء اللي وقفت في ظهرك او اللي هي يعني هللقت عليك او حاجة عليك كده هي يعني بالنسبة طبعا للظهر طبعا عشان انت السؤال سألت هولي طبعا بالنسبة للاولادي هي كل ما حالة بيبقى فيه ظهر لك يعني كل ما حالة في حياتك بيبقى فيه ظهر لك فيه وقت يمكن وانا صغير مثلا كان فيه طبعا اكيد هو الظهر الاساسي هو طبعا والدتي بنا طبعا يخلى لان هو بدعوتها وابريضاها اكيد طبعا الواحد ضربنا بيوفره في حاجات كتير انما كل ما حالة بيبقى فيه ظهر بيسندك بيبقى فيه ظهر معك ولكن الظهر اللي دايما هو الحماية ليك هو شغلك مجهودك صغارك عزمتك بييجي وقت بيبقى فيه طبعا تغير بيبقى فيه حد بيساعدك حد بيقى فيه جنبك فيه ناس كتير طبعا ساعدوني فيه ناس كتير اكيد اليوم معدلله سبحانه وتعالى فضلك بيه علي يمكن في الوقت اللي أنا كنت فيه 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 ناس كتير ساعدتني من مدائبين والعدد اللي كان موجود لما رحت أسوان كان فيه كابتن رمضان السيد يمكن كان على قناعة بيه جدا جدا بيه وسندني ويمكن كان لي وقتها تصريح قالوا اني أنا أحمد حسن ده هيبقى أفضل العيب موجود في مصر كلها في وقت كان عندي 17 سنة يعني أو 18 سنة وبعديها طبعا كابتن محمود الجهري بعديها ناس كتير طبعا كابتن محمود الجهري كان ضهرك كان هو مؤمن ان ده معاي العيب جامد وهيبقى له دور في الكرة المصرية دي حقيقة هو كان على سكرة كبيرة فيها الحمد لله بالعالمين يمكن هو كان دايما هو كان الحمد لله يمكن الوسط طريق دي كله يعرف العلاقة الكبيرة اللي كانت بيني وبيني كابتن محمود الجهري هو كان على سكرة كبيرة بيه رغم ان كان سن الزغاية وقتها لأنا لعبت منتخب أنا أنا أنت 19 سنة لعبت منتخب مصر الأول في سن الزغاية هو كان دايما واثق في أني عندي مكانات كبيرة دايما بيحفزني دايما بيعلمني لأن أنا كنت في سن صغيرة فمن الناس اللي بقول طبعا اللي يوم فضلك بيه علي لعلموني قدي أحب مهنتي أحب مهنتي كويس إن أنت فسرت لي كلمة الظهر اللي هو حد دلك كل ثقته وعنده إيمان بأن أنت يعني طاقة وأن أنت حاجة كبيرة هتبقى أنا بقى عايزة أتكلم في حاجة تانية بس قبل ما أتكلم فيها هقول هي جنين عشان الناس ما تزعلش يعني الكوسة أقول لك يا عم دا كوسة كبيرة أنا هقول برضه علشان خاطر حسن والحبيب وقاعدة في العيلة كده مع بعض أنا عرفت إن الكوسة دي ليه سموها كوسة لأنه المحصول أول محصول بيتحصد وبيستوي هو كوسة فكانوا الفلاحين زمان معايا معايا ملك يروحوا بقى يلموا يحصدوا الزرعة فيسيبوا بقى الملوخية ويسيبوا البطاطس ويسيبوا مش عارف إيه وكل حاجات دي أول حاجة كانت تستوي الكوسة فكانوا أول ناس يقبضوا الكوسة اللي هم بتوعه فييجي واحد يقول له أنا عايزة أقبض يقول له أنت إيه أنت كوسة قال له أيوة أنا بتاع الكوسة يقبضوا فهي جات الكلمة وفضلت ماشية أنه بتوعه الكوسة هم اللي بيقبضوا أول ناس علشان المحصول بس هي لها سمعة مش حلوة قال له يا عم دا كوسة يعني ما عندوش أي إمكانيات ما عندوش أي حاجة ما كانش عندك كوسة خالص يعني متى يقليش خالص والله يعني بجد فعلا متى يقليش يمكن كنت بكتهد طول الوقت حتى الزيوف ما كانتش تسمح بدا ولا دلوقتي كمان يعني ممكن أقول لك الممكن المطرب يبقى عنده كوسة الممثل أنا قلت لحظك أنه دلوقتي فيه في البدايات بس يعني ممكن في البدايات حد يساعد حد يساند ولكن الموهبة هي اللي بتفرد نفسها ممكن دلوقتي مثلا بيبو عشان هو اللي بيلعب كور حسن عنده ميول تانية خالص ممكن بيبو هو اللي بيلعب كور ممكن يتساعد دلوقتي يعني ممكن يتساعد يتزقح ممكن عشاني إنما بعد كده هو إمكانياته هي اللي هتول يا إم هو يكمل بإمكانياته ماذا أنت رأيك في إيه؟ يجي منه العين؟ شاهدتي مجوحة في إنت رأيك في إيه حسن؟ حسن بيلعب كويس؟ بيبو عشان بيلعب مركزه إيه؟ بيلعب إيه؟ بيلعب إيه؟ نص ملعب شو أن أنا مكنش واخد دالي إنت علمتني إنت بدكني معلومك دي أنا مكنش واخد دالي منها شفت إنت مش واخد ملك منه شفت بقى أن إنت عرفت بقى أن إنت مش ظهر ولا كوسة إنت عارف إنت بتلعب إيه؟ بتلعب فين بالزبط؟ شمال ولا يمين؟ قول كمين؟ قول فهمني بالزبط نزلت الملعب أول ما نزلت نزلت ليه؟ لعبت كرة ليه؟ عشان بابا؟ لا عادي ولا أنت عادي؟ يعني نزلت تشدع كرة؟ ولا لقيت الكرة في البيت وبابي رايحي تمرين وجامد تمرين أجي معاك أنا فرحان والدليل على كده أن حسن ما بيلعبش كرة طيب أحمد حسن تبدل؟ خد ملوك شوية؟ لا دي نهاية هتتكلم هتتكلم بك أنا عايزة عايزة ريب تعايا حبيبي تعايا حبيبي أنا هتطلع الكلمة بال بس إيه فبقى جامدة جدا وتحلة فزيعة يا أهلا وسهلا أنا اسمي ماما نجوة وإنت؟ بيبو بيبو مش الحبيب أنه أحلى الحبيب ولا بيبو؟ بيبو طب لو قاعد قولك الحبيب إيه الحبيب؟ عادي عادي برضو؟ مايهمكش طيب قولي بقى إحنا أنا جبتك بايدة عن بابي احكيلي بقى أنت عشان معجب بيه وبراود كده فرحان و وفخور فروحت إنت لعب كرة؟ شفت بقى؟ شفت استسلم يعني أنت لعبت كرة عشان معجب ببابي بقى عشان كنت أشوفه زمان بس دلوقتي لأ ما هو دلوقتي خلاص بس شوفته زمان بايد يعني أنت فخور بيه طب وإنت لما هو لو يلعب دلوقتي مش أنت هتشجعه؟ وتقول له هيه كده؟ لا مش هتجعني لا مش عاوسة لا خده جنبك لا صحيح؟ بقى لك قدي بتلعب من ما صغى؟ هو بيبع على فكرة العيب كوية كويس قوي شفت باب يبقى بقول لي لا بقى بجد والله بقى لعيب كوية كويس ليس لك مثلا حسن لا يحب الكوية والسبب لا يحب الكوية هو أنا لأن كانت الناس كلها تقعد تسألو تقعد تتكلمو تقعد طول وقت طبابات فهو كل شيء كوي لكنه لديه ميول تانية كتير يعني حسن لديه ميول تانية كتير عنده ميول حلوة كتير عبابيبو لعيب كوية كويس عنده ستائل كتير إنما طبعا هو موهبته بقى في النهاية زي ما أنا قلت هو معايا هتلاقيه على طول عنيدي يعني معايا هتلاقيه خالف تعرف على طول لكن إنت لما بتنزل تتفرج عليه في الملعب هو بيكمرن مثلا شايفه إزاي شايف قدامك المستقبل إيه هو سبحان الله والله يعني هو كل التركيبة بتاعتي موجودة فيه يعني حركته ونفس الأداء نفس الروح العالية اللي عنده طبعا مع الاختلاف يعني مع الاختلاف طبعا يمكن أنا وانا صغير كنا احنا محتاجين ده هم مرفهين شوي يعني اللي هو ممكن يقدي ممكن ما يقدي شوي في الآخر كده كده عايف إن هو ميتاح خلاص مش مش لسه هيتعب يعني عشان له ضعف ممكن طبعا يعني لا طبعا الموضوع مختلف على فكرة أنت عملت تشكر وتقول هو هو اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ويقول انت ستايل؟ عندك الستايل بتعتك؟ ما هو وبالعب الحلوى؟ بالضبط يعني الكرة مهم انه يكون لعيب كويس وعنده ستايل كمان لان دي مهمة فهو دي عنده عنده الكبول كمان موجود في الملعب يعني في لعيبة تبقى موهوبة ولعيبة كويسة بس ما عندهش الكبول هو عنده الكبول ده موجود بس ان شاء الله طبعا انا اتمنى ان هو يكمل يعني الموضوع الكرة كمان فيها قبول وكاريزم اه طبعا 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 مش عايزة بس صحة وجارية وحرفنة في لعيبة كتير نجوم ولعيبة كويسة جدا جدا بس ما عندهاش القبول فالناس ما عندهاش الكائزمة ما عندهاش القبول يبقى عنده قبول ونص نص موجودة يعني أحيانا لا مش نص نص مين اللعيب اللي عنده قبول اللي تحب تتفرغ عليه وبيلعب محمد صلح محمد صلح محمد صلح محمد صلح نبعد بعيد عن المصريين ميسي ولا كريستيان ميسي طبعا ميسي طبعا ميسي قد كده وبدلته بتاعت اللي خد بيها بدل المنقاطة دي اوه ايه رأيك فيها ده ستايل برده ملك أنا انت العصفورة بتاعتي دلوقتي احكيلي بقى عن حسن وبيبو بيعملوا ايه في البيت هما كده قاعدين سكتين ده يبقوا مريحين جدا ولا احكيلي بيتشاقوا اوه احكيلي طب قولي ما همكيش بتخنوا ساعات يعني ساعات مين صوته اعلى لا مش هما الاثنين عاديين يعني طب مين اكتر واحد بيدايك الاثنين 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 مش التلاتة يعني ها حسن بيعمل ايه بقى هوايته ايه قولي لها وبيه قولي لها بقى هوايت حسن انت بقى طبعا هما مش عايزين حسن هوايته التصوير ها وايه كمان حسن بيحب يصار و عنده ممكن حقية صغيرة كده زي كمبيوتر بس بيعمل اغاني عليه والمايك بتاعه كده وبيبو بيحب الكور بس كده طب حسن بيحب بيأكل ايه بيأكل كتير ولا شوية صغيرين خلي بانهم ها 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 ما بيأكلش خالص صح ايه مصابت ده هوا ده على قد ودني اقول اللي انت قلته طب بيبطلش اكل طب بيبطلش اكل طب هو بيبطل مش بيبطل اكل انت بتحب ايه في الفطور ها ها ممكن بيت بيت وفي الغداء في الغداء ممكن فريح فريح والعشاء مش بحبات عشاء بتحبات عشاء احلى حاجة احلى حاجة وانا مع الاطفال ففي ابن واحد مشهور قوي فبقول له انت بتفتر ايه قال انا بفتر فول مدمس فلقيت مامتو بتكلمني قلت لي وده عمرو بكال فول مدمس ده بيكونش المربك روشه انا كنت خايف تقول حاجة 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 يعني كانت اه حتقولك مثلا انا بفتر كونفليكس ولا كلم دولك ايه كنت بتحوى مثلا لقيت بحقه حاجة انت نفسك تطلع ايه يا ملك ادرسة ادرسة كويس حلوة او بتقولي ايه يا ملك دول تفتكر يا ما ييجو وقت يبقى دول ضهرك اولادك يعني اولادنا عن نفس انا بحس ان انا واسنودة كده يعني ابنا خليهم لي وخليهم لك ده يبقى ضهرك زي ما قلت الحاجة عاملوا كده يعني انت مكبروا على كده وانا زي ما قلت الحاجة في البداية ان كل وقت بيبقى فيه الضهر ليك طبعا هم دول هيبقى ضهر طبعا هم دول هيبقى سند ليه وهو ده اللي انا بزعه فيهم بصحبهم والله يعني على قد ما بقضى طبعا انا بصحبهم يعني مثلا انا بيبو ما بحبش روحله كتير تنمين طبعا عشان مش عايز انا ابقى ضغط على اي حد يعني بروح طبعا نتابعه من بعيد لبعيد هو بقعرف يمكن انا بروح هشوفهم بعيد لبعيد حسن يمكن كل ما بيكبر كل ما بحاول ان انا كون قريب منه اكتر اه هم يمكن هم بيكسفوا يحكولي يعني ما بيحاولوش يحكوا معي كتير اه ممكن شوية خوف لانهم ما عافين ان انا ممكن ما باخدش يعني لو حاجة غلط لها ممكن انا انفعل اه فبالزبط اه ممكن يبقى خوف شوية نما منهم لا طبعا يعني اه او في حاجة بيطلبوها انا يعني يعني هو دلوقتي لو قال حاجة وغلط اه هات حات لا بالعكس والله لا لا يعني يقابل لحاجة لا في اه ما هو الغلط بتغني معاهم الغلط انواع بحظي معاهم اه دا احنا لسه دلوقتي دا احنا لسه عاملين شوق دلوقتي عاملين شوق تم ما تيجي نعمل شوق قبل ما نقول يعني بيغني معاك ويهزر ويرقص ويتنطر بلى حاجة كل حاجة كل حاجة بيبوا قول طب قول بقى كان بيقولوا بتبطولوا ايه عايزة اسمعانا اغنية استعراض عايزة استعراض اه 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 يا حبايبي يا بيت العيلة اللي هيكون فريق الغنائي الجميل استعراض لا هي انت لو عايزة حد يغني كويس هي ملك اللي صوتها كويس وصوتها حلو يعني لا لا ملك اه لا لا ملك فيه فيه شايفة شعر بسين ملك طب نبتدي ونشجح يلا طب هتغني ايه لولا الملمة لولا الملمة يا حيوة قوي يا تشجيع بق تشجيع عمال يلا مفيش كسوة 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 يلا يلا لولا الملمة يا حوة لولا الملمة ما لفرت جناحي على الهوة زي اليامة ما وقدر وقرف رف الفضاء مه واغرب من الدنيا الفضاء مه كفاية عمري كفاية عمري لنقضاء وانا بخاف من الملمة وانا بخاف من الملمة وقاة من الملمة كفاية عمري كفاية عمري كفاية عمري شباب ما واحلى حاجة اللي هو اللي لما تجوز بدري ويجيبوا ولاده بدري ويكبروا معاها بيبقوا صحاب ما تبصليش على الورد مش هتخدوه تاني مش هتخدوه تاني مالك خلاص انا اقول لكم تشرفنا ومسوطة جدا بكم شكرا جدا جدا شكرا شكرا شكرا